اشتركوا في القناة كل واحد من الناس يبحث عنها جاهدا نبي الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا في بعض أحاديثه إلى طريق الشرف فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل الله أكبر هذا طريق عظيم من طرق الشرف واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس وثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم شاهدوا من قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الفريضة صلاة الليل فما أعظم صلاة الليل وما أجل قيام الليل يكفي قيام الليل فخرا أنه سبب للشرف واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل هكذا قال نبينا صلى الله وسلامه عليه القيام له فضل عظيم له أجر كبير وخاصة في شهر رمضان في شهر الصائمين والقائمين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه وهو القائل عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرهن أيها الكرام لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على قيام الليل وكان أول المطبقين كعادته صلى الله عليه وسلم لما يأمر به هذه الأمة بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام تخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل أحيانا حتى تتفطر قدماه رجليه يتفجر بالدم صلى الله عليه وسلم من طول القيام فتقول له أمنا عائشة عليها رضوان الله تعالى يا رسول الله أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا بهذه الكيفية كان صلى الله عليه وسلم يشكر نعم الله عز وجل عليه وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة بالسبع طوال وهو يشتكي يعني وهو مريض هو مريض يقوم بالسبع طوال السبع طوال يعني بالنسبة لنا في الحساب بتاع اليوم نقول حوالي عشرين حزبا الصورة عشرين حزبا يقرأها في ليلة صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وهو مريض ثم هي قراءته صلى الله عليه وسلم قراءتها ومش كما قراءتنا يقف عند رأس الآيات يرتل القرآن ترتيلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو فيها استغفار استغفر أو فيها ذكر للجنة سأل الله الجنة أو فيها ذكر للنار استعاذ بالله تبارك وتعالى من النار وهكذا صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا النهج الطيب المبارك سار من بعده من الصحابة والتابعين عليه من ردوان الله عز وجل أجمعين فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون الليل وخاصة في رمضان حتى إن بعضهم لا يعتمد على العصي من طول القيام من طول القيام وما كانوا ينصرفون أحيانا إلا عند فروع الفجر عليه من ردوان الله تبارك وتعالى علموا أن قيام الليل طريق الشرف وأنه طريق المغفرة بإذن الله سبحانه وتعالى الذين جاءوا من بعدهم لهم حظ ولهم نصيب وافر من هذا الخير فهذا أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى كان يقوم الليل ويجعل فيه مصلاه الذي يصلي فيه سوطا فإذا أحس بشيء من الفتور والضعف والنعاس أخذ سوطه فضرب به رجليه مرة أو مرتين ثم يقول أَيَحْسَبُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أن يسبقون عليه والذي نفسي بيده لأزاح من لهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا والله إنهم هم الرجال هم الرجال هم الرجال وغبل أن يقال لمن لم يتصف بمعالي وصفهم رجل إذن طريق الشرف قيام الليل وفقني الله وإياكم لقيام الليل في رمضان وفي غير رمضان إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحف برقم اشتركوا في القناة